صباح تونسي واصل متابعة ما يروج حول المخبر الخاصة فيما يخص التحليل المرجعية البسير اللي هي تثبت أملاء إصابة الشخص بالفيروس فما 33 مخبر خاصي لحد الآن ما سموح لهم منهم يقوموا بهذه التحليل البسير ولكن مؤخرا سمعتوا ظهرت برشة اتهامات حول الأسعار مثلا المتبعة حول كذلك دقة وصحة التحليل هذك عليش النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة خرجوا البارح بلاغوا معنا مباشرة رئيس أو كتب عام النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة ربح بليبش صباح النور وأهلا وسهلا بيك مرحبا بيك شكرا لقبولك دعوتنا طبعا أنتم مخرجتوا بلاغ بيش توضحوا فيه عديد النقاط هات أنا نسلك الساعة فما 33 مخبر خاص مخولوا الآن أنه يجري تحليل البسير هذا اللي موجود إلى حد الآن وفما إمكانية أنه يتزاد لعدد هذين في الأيام المقبلة نعم كل الولايات مغطية بهذه المخابر الخاصة اللي تنجم تعمل تحليل كوفيد والله تقريبا كل الولايات المغطية باستثناء بعض ولايات اللي فيها ما فيهاش عدد كبير من المخابر مثلا ويلايات تطوين يلزم المخبر صاحب المخبر هو اللي يتقدم بالمطلب باش تنظر فيه اللجنة وترخص له باش يعمل تحليل البسير إذا ما تتصلش الإدارة ووحدة المخابر الطبية مطلب من عند بيولوجيا ما تجمش تقول له أعمل أنت الكسير ولا ما تعملش تنظر فيه بيه بيه هيت نسل على السعر الساعة السعر المعتمد عند المخابر الخاصة قديش قديش تحليل كوفيد تشوف منا المخابر المرخص لها صحوا في كرس الشروط من بين البنوذ انت الكرس الشروط هذي كونه السعر ميتين وتسعة دينارات كيما في التحليل في القطاع العمومي كيما في القطاع العمومي أيواش ميتين وتسعة دينارات تحليل الكوفيد في المخابر الخاصة كل المخابر الخاصة ولكن اللي يتقدم بالمخبر ويعمل تحليل في المخبر ناخد العينة في المخبر يدفع ما ينزمش يدفع أكثر من 29 دينارات وما نسمحوش لرواحنا بيش ناخذوا في المخبر أكثر من 29 دينارات فيه علش انتي حددت فكرة انه كي يتنقل هو للمخبر ويخذوا له العينة من المخبر خطرت ناجم تكون اخذ العينة لمنشتبه فيهم مثلا وهما موجودين في حجر صحي في انتظار اخذ العينة يعني فما المخابر تتنقلوا انتما للمواطنين في حجر صحي هو في حجر صحي ويطلب المخبر باش التكنيسية ولا لانفيرمية منتع المخبر هو اللي يتنقل ممكن العملية تصديو الخدمة هذي ممكن العملية ومسموح بها تيكرات الشروط لكن تحت الريسبونسابليتين منتع البيولوجيس ايواش لكناش قاعدين نلاحدوا احنا ونشوفوا فما شركات ولا بيش انترميديار وسطاء وسطاء اي يعملوا وياخذوا في العينة اي ستشارع اي وكل ديار وفي كل بقعة وفي العمل ومنع رشوين ومالات سبيكولاسيون ومالات ماشيكونهم الوسطاء هذو ما سيري بحبلي بش ما نعرفهمش أنا ما نعرفهمش ما يلزم تقوم سمحني فما شركات ووسطاء عبارة على شركات عبارة على شركات يقوموا بالجمع العينات ويبعثوا ويتعاملوا مع بعض المخابر ماشيو كل مه باش يعي يخدموا لهم الكسياش ويرجعوا نتيجة متاع مخبر مخبر هذك مرخص ليه مش مرخص ليه أنا ما عنديش أطلاع على شركات هذوم أو الوسطاء هذوم ماشيكون قابلين يخدم باي إذا كان هو تنقل هالوسطاء هذوم باش يفكتروا التنقل ومتيحهم على شكور يفكتروا التنقل ومتيحهم على المريض على الحريف يعني الحريف قديش في نهاية الأمر أو المريض باش يدفع تقريبا نحن المخابر تصرف في التجهيزات وتصرف في الرياكتيف وتتحمل المسؤولية فطر مسؤولية ملقاة على عطقهم كبيرة برشا أكثر بالدقة اللازمة والشروط اللي لازمها متوفرة في عملية التحليم واللي يتحملوه البيولوجيين هذين الكل باقي خميتين وتسعة لاف باش سيلو بريكوتو نسأل حتى في بلدين المجاورة التعريف أكثر من هك التعريف هذين حدتها وزارة صحة وعمل بيها من عهد باستر بل نقعنا هذين سيلو بريكوتو ما يغضل فيها براتيك ما أحد شيء بيه إنه شركات إنه شركات مناولة طلبنا منذ شهر المارس الهدف انتاعنا بالقيام بالتحليل هذو باش نعاونوا المجهود الوطني ونقوموا بوجبنا خطر داخل في صلب مهنتنا للتحليل هذين ما نحبوش نكونوا روحنا مقصيين تحصلنا على القيام بالمخابر اللي تتوفر فيها الشروط تحصلت على الترخيص باش تقوم بالتحليل هذين ماحناش باش نضربوا بيها تحليل هذين الشركات حتى هوقا فاما تم مساحات عاملة حتى إشهار للترلفمان تاخل الترلفمان وتمشي تهزو من عرش المخبر آخر وترجع النتيجة بس المخبر آخر هذو المضاربين يحطوا احنا نتحملوا هذين الكل نخدموا بالبريكوتون والأخرين هالمناولات هذو ما يخصل حتى شيء جزء الاليكوذي يتحط في الأنف ويحطوا من عرش رميات دينار ويحطوا من خمسين دينار ويحطوا من عرش التشعير اللي قاعدين يخدني به فما ناس تحثت على تحليل بربعمية دينار وخمسة مئة دينار وسبعمية دينار ممكن هذا بربعمية دينار ما سمعتش ثلاثة مئة وثمانيين وربعمية وثمعت ما عنديش ما عنديش ما عنديش انتو ما سيري بحبلي باش انتي كتبوا عام النقابة الوطنية لبيولوجي الممارسة الحرة ما عنديش حتى صيفة باش ديفوا على القطاع متاعكم من هؤلاء الوسطة اللي يحطوا المصدقية متاعكم في الميزان بزرط ما عنديش الفوار دي سيبتينير وليستيكسيان شكون ما لا نرده وزرط صحة يعني تجم تردحها من العبادة دون بس عندهم ترخيص ولا ما عندهم شاولا ما منطورش عندهم ترخيص أخطر في الكراس الشروط ما يقول وفي القانون المنظم للمتنى تقول تحت مسؤولية البيولوجيا ما هوش تحت مسؤولية حدق أنا كيدي جيني ترالفما ما هوش معمول دون لنارم ونخدم التحليل ويطلع نيجاتي ستارسكول ترالفما نطاق بيان فيه أنا نحن نتحمل المسؤولية متاع والبيولوجيا هو اللي بش نحن نخبر هو اللي بش تحمل المسؤولية ما هوش اللي اللي ويقع آخر يحن ما كننش نعرفوه إنه فما شركات وسطا اللي يتنقلوا هما للمرضى واللي يستحقوا التحليل ويفكتروا التنقل هذي وأخذ العين على طالب الخدمة من المخبر فما زاد اتهامات لمخبر معين إنه وعطاها تحليل ما فيش مصداقية معناها تحليل غالط غالط كلمة كبيرة وضح لي أنت كنت تسمح التحليل غالط يلزم سمى أخصائيين وخبراء يقوموا بتحريات يقوموا بإثبتات يتبين التحليل هذك غالط أما وقت الشخص بيدو اللي يتحصل على النتيجة ينتصد هو على الفيسبوك حكم خصم وحكم وحاكم في نفس الوقت ويقول التحليل هذك غالط هو ما غير مخور باش النجم يثبت الخطأ يسمى ناس خبراء إخصائيين محايدين يثبتوا الخطأ من عدمهم بايش يثبتو ياخذوا نفس العينة احنا مطالبين بايش نستحفظوا بها العينة هذك في درجة درجة 20 تحت الصفر ورغم الدرجة 20 تحت الصفر متاع كبيرة برشة أنا نجم نلقاه كوزيتيف ونهي استحفظ بيها ونهزوا المخبر مرجعي آخر يخدموا ينجم يلقى نفس النتيجة فترة نتعدي المدد الارين يتريز انستابر نجم ملقا ويبدأ فابلمان بوزيتيف الكونسير تنقص من السنسبل تنقص من السنسبل ونتجم تلقاه نيجاتيف هذه ناحية الثانية في جميع التحليل في جميع التحليل فما ثلاثة مرحلة المرحلة الأولى هي أخذ العينة نعود نرجع لأخذ العينة اللي هي تأخذ على الشروط واللي هي الكون الريزولتات أخذ العينة يترتب عليه جودة في نتيجة التحليل ومن بعد نتعدى المرحلة لأن لديك التحليل والتقنيات اللي موجودة من التحليل المخبر اللي خذها الترخيص متوفر فيه جميع التقنيات اللي صادقة تعلق متوفر فيها التقنيات اللي صادقة عليها وزارة الصحة وما مهنون يستعمل في تقنيات معتمدة ولا يعتمد في تقنيات معتمدة وفي ديريكتيف معتمدين الكل تحت رقابة وزارة الصحة العملية تحت رقابة وزارة الصحة سيري بحب لي باش نذكر انك كاتب عام النقابة الوطنية البيولوجية الممارسة الحرة انا نحب نعمل تحليل ونحب التحليل هذاك يكون عنده مصداقية نحب ناثق فيكم كيفاش تنجم وتوفروا هذا للمواطن المصداقية راهي عن المخابر الخاصة عندهم مش اليوم توجدوا في تونس عندهم سنين ربي موجودين سنين طويلة موجودين في تونس ويخدموا ومثيقة المواطنين في المخابر الخاص عمرها ما تهزت وقل لك العكس مع احترامي الزملائي ومع احترامي للقطاع الخاص نشوفوا بارش ناس وقت يشك في التحليل منتع القطاع العام يجي يثبتوا عنه بكامر الاحترام للجميع زملائي منتع القطاع العام هذه طبعا اختيارات المريض ونحن ما نحكموش عليه في هذا بالطبيعة هذا اللي قاعد صاير ونسيقتهم عمرها ما تهزت حتى بعد الشوشرة اللي صارت والتشهير والتشكيك اللي صار هذي اللي مات هذوم تشكيات المواطنين مازالت موجودة وقاعدين نتلقاهم في الطلبات بسيطة كبيرة على الزلال من طرف المواطنين ولهذا احنا نأكد لكم اللي البيولوجين يخدموا تحت رقابة وزارة الصحة يخدموا بطرق علمية موافقة عليها وزارة الصحة وطرق علمية معتمدة في العالم اجمع موسي تونس بركة وبرتوكول موافقين موافق عليهم لواناس ما همش يخدموا بطريقة رعوانية وعندهم جميع المؤهلات وجميع الكفاءات وجميع الشهائد العلمية اللي يتخول لهم باش يقوموا بالانتربريتاسيون متع التحليل لانتل ما سمى حتى إشكال من ناحية هذه والبيولوجيين الكل والصيادة والأطباء البيولوجيين الكل حالفين على اليمين باش يقديوا مهنتهم لسائطة المريض بقطع النظر على حالة الاجتماعية وعلى حالة المادية وعلى الجيت الاعتبارات هذه الكل ما تتخلص في المهنة مواضح لأنه البلاغمتعكم البلاغمتعكم كان سيريبح البلاغمتعكم كان فيه إشارة إلى تضامن مع الدكتورة صاحبة المخبر المتهم بالخطأ المزعوم كذلك انتم ضد حملات التشويه اللي تطال مخابر الخاصة ترى وانكم انتم توا معناها عرضة لتشويه معين وممنهش نقبلوش نحن تشويه في الصفحات الاجتماعية ومستعدين باش كل واحد يشهر بنا ويشكت في مصدقيتنا ويتهمنا بتزوير مش تشكيك بركة اتهام بتزوير التحليل وآطاء السلبي للإيجابي باش اللي يكون سلبي ونعطيها تحليل إيجابي يجيب لنا عيلته هذا كان الاتهام صحيح هذا الاتهام والاتهام الثاني نعطيه اللي يبدأ يكون صلبي نعطيه 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 تحليل اللي يكون إيجابي نعطيه تحليل نعطيه باش نختم حواري معاك فقط للمعلومة للمواطنين اللي يسمعوا فينا الآن انتو ما تستقبلوا الناس الكل اللي يحبوا يعملوا تحليل كوفيد عندكم الطاقة عندكم الإمكانية شكون اللي عنده أولوية اللي عنده أولوية هما المسافرين المسافرين ايه المسافرين الكرس الشروط من اللي هو التحلط للمسافرين ايه ونبرشة مغير وصفة طبية ويسلطوا فغط كبير على المخابر باش نعملولهم يبدأ خايف على أمه يبدأ خايف على أبوه في الدار ويبدأ خايف على أولاده وصخاره يلح علينا أقصى درجة باش نقبلوه مغير وصفة طبية ويقول راني كلمت طبيب وقال يبرأ أعمل ولا كلمت المستشفى وقال يبرأ أعمل التحييل كبا مسترين باش نلبي والطلبات هذية في حدود في حدود إمكانيات المخابرة خطر الزطارية عندهم طاقم 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 والتكنيسية عندهم طاقم 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 حتى تخرج الرجولتات والفاليداسيون تقريب ستة ولا سبعة سوية ومبعد اكتيبة ومبعد والفاليداسيون ومبعد الناس تكلمهم اللي بدأوا كوزيتيف بالتليفون ومبعد سبعة كامل واحد من اللي يدخل السباح حتى تقريب للسبعة وثمانية تعليل وفهم مخابر تخدم حتى ثليل مجهود كبير برشا باش نلبي طلبات التحليل قداش يبقى باش ناخذ النتيجة متاعه قداش وقت هو اذا كان يجي ذكر التحليل رأو أقط يتطلب كل من عملية تأخذ العينات مثلا طوان عملت خذيته العين وقت يحضر التحليل وبدأ نعمل التحليل تخلي البيت على التحليل النتيجة تحطر بعد أربع خمسة سوية تقنيا وقت بتاع كتيبة هذا يتطلب وقت 6 سوية وفهم برزلطان يخرج وانفاليد ولا يخرج يعني 24 ساعة على الأقل 24 ساعة باش نعرف نتيجة تحليل الكوفيد طبعا هنين تحدثوا اليوم عن المخابر الخاصة هذي حديثنا كان إثر البلاغ اللي خراجتوه انتوما نقابة البيولوجيين الممارسة الحرة اللي هما إلى حد الآن 33 مخبر خاص يقوم بتحليل الكوفيد شكرا لك سيري بحب لي باش على هذي التوضيحات يعتق الصحة كنت معنا على موجهة الإذاعة الوطنية التونسية تحب تقول حاجة أخرى ولا تحب تحليل لا تحب تحليل وفي البيولوجيين يخدموا في القطاع العام والبيولوجيين يخدموا في القطاع الخاص رأى البيولوجيين فيها في بعض حالات التي تجم تقع فيها خلاف يلغون يتعاود البيولوجيين والله أنا لقيت لقيت لإزانفاليد ولا كنترولين كدرمهم لجورمان الأشخاص وكل مطاف لكي أرجع للمخضر ونعاود لك التحليل باش يتأكد ونعاودوا على حساب المخبر ويتقبلوا الحكاية هذه ويجيوا من تلقاء أنفسهم ما فما حتى إشكال شكرا ليك سيري بحب لي باش يعطي الصحة على التدخل معنا ونقول لك إلى اللقاء بالتوفيق وربي معاكم الناس الكل إطار الصحي الكل أنا كنت أعدكم منذ بداية الحسن أن مش تحدثوا عن العودة لما